بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء رحمة مهداء صلى الله عليه وسلم بيفتح قلوبنا دايماً بأنواره صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إن احنا دايماً نبتدي بدايات جديدة وخاصةً وإحنا بدأنا الأسبوع اللي فات عام هجري جديد إحنا بنبتدي هذا العام الهجري الجديد وإحنا بنرجو إن احنا الله سبحانه وتعالى رزقنا قلوباً سليمة ويجعل قلوبنا مليانة بالرجع ومليانة بالنور وبالبركة ويطيب قلوبنا ويسر أمورنا ويفتح عيوننا ونشوف نعمته سبحانه وتعالى بيبقائنا مع حضرة النبي فننفط عنا غممنا ونستبشر ونشمر كمان ونكمل ونبني ونعبد ربنا سبحانه وتعالى وقلوبنا مليانة شكر لنعمته سبحانه وتعالى وكمان لازم نفتكر إن النهاردة تسوع وبكرة عشورة وكل سنة وحضرتكم طيبين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله سبحانه وتعالى أن يغفر بصيام يوم عشراء سنة ماضية عارفين يعني إيه؟ يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيلفنا أول السنة كلها بمعنى الحياة الجديدة الحياة اللي فيها بناء جديد وعشان كده أعظم عبادة وأكمل شكر لله سبحانه وتعالى وأشرف بناء هو إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب في بناء بنيان الله سبحانه وتعالى إلا ومن بنيان الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل هناك بنيان في هذه الحياة وهو الكون لكن جعل بنيان الحياة قائم على مخلوق اسم الإنسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الإنسان بنيان الله فملعون من هدم بنيان الله فأولادنا يا سادة بنيان الله عايزين نتوقف شوية وإحنا بنتعامل مع أولادنا إحنا في حلقات يوم الاثنين وإحنا بنتكلم على يلا يا ابني كنا لازم نقول لكم على إشارة إحنا ليه اختلنا يوم الاثنين يكون الكلام على يلا يا ابني عشان اليوم دوت يوم ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي لما كان بيسوم يوم الاثنين كان بيقول هذا يوم نولدته فيه فإحنا قصدين إن إحنا وإحنا بنبني نبني بالنور ونكون دايما مع حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعشان كده إحنا عايزين نتكلم النهاردة عن مفهوم مهم جدا جدا هو مفهوم بنيان النور بنيان النور ده إزاي نربي أولادنا على إن إحنا مش بنبني فيهم طوبة فقطوبة فقطوبة أو إن إحنا بنبني فيهم دم ولحم لا أولادنا لازم يتربوا على إنهم بيتبنوا من نور وممكن نشوف دوت جدا 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 في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس وممكن نشوفه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن سابت قال إن النبي لا نور أن يستطيعوا به وبعدين نجمعها مع قوله تعالى إيه واعلموا أن فيكم رسول الله يبقى نور يبقى الإنسان ده من الفرح والبشر والبركة أنا ما بحبش هشاشة النور لأن النور ما بيبقاش هش لأن أصغر شعاء من النور يبدد كل الظلام لكن لازم نأكد على مفهوم بنيان النور هو بنيان من نور حب الحياة لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة لازم وإحنا بتعامل مع أولادنا لازم نبني ونأكد عليهم نور ماذا؟ نور حب الحياة اللي هو نور إيه؟ نور رحمة الله سبحانه وتعالى لازم نفضل نأكد لهم إن الحياة نعمة وهي نور من الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى النور لا يهدي إلا نورا الحياة التانية في بنيان الإنسان هو نور الأمل مع نور النعمة ونور حب الحياة نور الأمل وعشان كده مهما كانت الأحداث صعبة عيفضل الأمل نور من عند الله ليه؟ في حاجة بتسري في حياتنا إن حياتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل؟ وفي السماء رزقوكم وما توعدون نور إيه اللي حاصل؟ فإحنا عايشين بمدد الله كلنا نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فإحنا عايشين بنور الله وعشان كده بنيان نور حب الحياة مع نور الأمل لازم نكمله كمان مع بنيان نور تارت وهو نور المسئولية وعدم الهروب وكمان يبقى عندنا بنيان من نور اليقين إن بركة الله سبحانه وتعالى بتملع حياتنا كلها وإن بكرة مليان بالخير لإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك حياتنا أنا عايز أقول كده إيه؟ إن احنا مبنيين من نور ما ينفعش نقول الإنسان بنيان الله وملعونه من هدم بنيان الله ونعتبر إن الإنسان مبني من لحم ودم أو من لبنات لا الإنسان مبني من خيوط من نور فإحنا نور مبنيين بنور الله سبحانه وتعالى يبقى إحنا مبنيين بنور الله وعشان كده أكتر سبب يحاوط أولادنا بالنور ويقوي بنيانهم هو إن إحنا نحاوطهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم لإن حضرة النبي هو النور ومصدر النور في حياتنا لإن الأخلاق لو كانت نور فمصدرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده لازم نحاوطهم بحبنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما نحكي لهم عنه بي أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم نحكي لهم مش عن حكاية ما بنحكي لهم مش عن حكاية بنحكي لهم عن نعمة رسول الله نعمة وهو اللي بيعرفنا يعني إيه حب للحياة فاحنا ما بنحكي لهمش عن حضرة النبي أحداث تاريخية إنها بنحكي لهم عن نعمة ربنا حضرة النبي نعمة ربنا كفى برسول الله نعمة وعشان كده لما بنكلمهم عن حضرة النبي بنكلمهم عن نعمة ربنا بنكلمهم إزاي يبقى الإنسان فعلا مبني من النور فلما بنكلمهم عن سرطة مش بنكلمهم عن أحداث تاريخية بنكلمهم عن حياة حياة نور من باب إن احنا بنتعلم معهم وبنعلمهم من أعظم سيرة في الوجود إزاي نعيش الحياة بنور والنهاردة عايزين مع أولادنا نجرب إن احنا نشوف الهجرة الشريفة بعيونهم يعني إيه بعيونهم؟ يعني نسمع منهم إزاي بيشوفوا أحداث الهجرة وإيه أكتر ما شهد بيأثر فيهم ونبني معهم المعاني اللي بنتعلمها من الهجرة يعني مثلا حد من أولادنا وإحنا بالفعل سمعنا أولادنا حد في أولادنا ممكن يكون مباهر جدا جدا بمشهد خضروك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لغم إن الكفار محاصرين من المكان بالسيوف أنا لما بسمع أولادنا بيبقوا مباهرين بالمشهد ده بحس إن ابننا ده هو محتاج إن هو يعرف ربنا إن هو أمانه محتاج إن هو ما يخافش لأنه دايما بيبقى حاسس إن الناس اللي حواليه ممكن يمنعه من الوصول لأهدافه أو لحياة أفضل فهو مباهر جدا جدا إن حضرة النبي خرج خرج والناس اللي هو كلهم متربسين بي وكفار ما شفوهوش في أولاد كتيرة على فكرة لأنه هو في أولاد كتيرة بيحبوا لما يعجوا معليهم خطر يغمضوا عينهم متصور إن هو لو غمض عينيه محدش هيشوفه بس إحنا لازم نعلمهم إن أبصار المشاركين هي اللي عميت مش إن إحنا بنغمض عينينا عن الخطر فنبدأ نستثمر دفق فيهم ونغرس فيهم معنى مهم جدا ونور مهم جدا في حياته نور إيه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ده نور عجيب يخلي الواحد كده مسك نفسه إيه اللي حاصل؟ لما تكون عندك حاجة افتكر إن الرسول الله خرج وسط المشاركين لأنه هو ماذا؟ على الحق وأنه هو مع ربنا وأنه نور ربنا معاه فخليك دايما مدام ما غلطتش مدام ما عشتش الغلط مدام أنت بتعمل الصح امشي إيه اللي حاصل؟ لازم نعلم أولادنا المعنى اللي احنا بنقوله بذا هذا المعنى الكبير إذا كنت مع الحق فليس هناك خطر يمنعك من أن تسير وأنت في صحبة الحق يبا من أهم المعاني اللي ممكن نغرسها وإحنا بنسمع منهم أحداث الهجرة تلت معاني أو تلت لبنات أساسية لبنيان النور أول حاجة لبنة نور اليقين لازم نعلمه من الهجرة بتعلمنا إن الإنسان يخلي حياته دايما عايش فيها في أمان وأمل هو إنه يكون عايش بيقين إن ربنا معاه وهو معكم أينما كنتم تعالوا نقف شوية إزاي أعلم ابني إن ربنا معاه أعلم ابني إن ربنا معاه بس معية ربنا مش زي معية بابا مش زي معية ماما ومعية ربنا هي معيته اللي بتسري في كل الحياة يعني معية ربنا ما بتوقفش وحتى لو هو ووقف فمعية ربنا محاوطة حياته كلها فلازم يحس بده ولازم يتعلم ده وهو صغير هقوله معية ربنا شايف الهوى اللي انت ماشي فيه شايف النفس اللي انت بتتنفسه وانت مش داريان به معية ربنا كده معية ربنا موجودة حتى لو انت مش مدركة فانت في أمان ربنا حتى لو انت مش شايف ربنا ومش شايف أمانه ولازم نعلمه ان مولانا سبحانه وتعالى ايه اللي حاصل يدبر الخير لي ولازم هو يكون اليقين ان هو يعرف ان اليقين هو اللي يخلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مطمئن في الغار يا رسول الله سيدنا أبو بكر بيقوله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا فيطمئنه صلى الله عليه وسلم يطمئن سيدنا أبو بكر يقول اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يبقى أعلم abusive ان البشر والأمل والسعادة لان ربنا معنا يعني ايه ربنا معنا معنا اللي مالك كل شيء فانا مش أخاف من شيء مش أحزن على شيء فلازم أعلم ابني من هو وصغير ان هو ما يخافش ان أنا أسيبه ما يخافش ان هو يبقى لوحده لانه لازم أعلمه من هو وصغير ان هو مش لوحده يعني ايه لازم اعلم ابني من بدري انه يكفر بالوحدة يعني ايه يكفر بالوحدة هو دايما مش وحيد هو مع رب العبيد لازم ابني يتعلم انه هو صغير انه هو مش لوحده فلما يقعد لوحده ما يفتكرش ان في حاجة تهجم عليه ولا حاجة عتنال منه واحنا هنا عندنا تحدي مع اولادنا في رحلتهم من اليقين كتير من الاولاد بيبقى جواهم زعل من ربنا زعل من ربنا ليه؟ لانه حاسس ان سكان ربنا معايا خلى ليه اسرتي مفككة او ليه ربنا اخذ مني ابويا او امي ليه بعد كل التعب اللي انا تعبت وربنا ما خلنيش احقق اللي نفسي فيه ليه ربنا ما خلنيش زي اصحابي ليه ربنا ما خلاش مستوى الاجتماعي احسن من كده انا ليه اصحابي احسن مني ازاي ابقى مطمن ومتيقم من رحمة ربنا وانا شايف اخواتي في غزة بيحصل لهم اللي بيحصل لهم ده كتير من الاهل بيتخطوا على أخيذة اولادهم لما بيكون عندهم الاسئلة دي وطريقة الاهل عندهم في كتير من الاحيين ممكن تكون منفرة للاولاد يعني يقول لهم ايه ما تقولش الكلام ده انت ايه ده انت مش عارف ربنا انت مش حاسس ان ربنا مش شايف ربنا ادانا ايه انت بتعمل بتقول كده ليه كل الكلام وكل الردود اللي بنفس التون اللي انا بقوله دي ابدا ما بتدعمش يقين اولادنا بالعكس بتخصم من يقينه وعشان كده درنا ان احنا ندعم اولادنا في رحلتهم لليقين في سيرهم الى الله فكل واحد فينا له رحلة في السير الى الله سبحانه وتعالى رحلة منفصلة ابنك عيرحل رحلة خاصة بيه انت منفعش ترحل لربنا وتخليك وتحاول تخلي اليقين اللي عندك هو عندي ابنك بانك انت تقوله ايه تقوله اتصور الحياة زي ما انا متصور لكن الطريقة الاسهل ان انت ممكن تغرس في اولادك اليقين هو ان احنا كاهل نكون اقرب للاتزان لما نمر مواقف صعبة مهما كنا حاسين بقلق بحكم بشريتنا لكن قلوبنا فيها برض سكن وسكينة ان ربنا هيقدر لنا الخير وان اللي عند ربنا كل الخير لان يمين الله ملأ سحاء الليلة والنهار فلما ابني يشوفني وانا ببساطة خالص مش محتاج اتكلم كتير انا محتاج ان انا ايه اقول الحمد لله واقول الحمد لله واقمش اكمل عملي فابني يقول لي ايه ده او احنا مش مهددين ماليا انت نازل الشغل بكل الحماز ده ليه اقول له يا ابني ربنا هو مالك كل شيء الحياة دي بقيد ربنا ومين قال ان اللي حصل ده نهاية العالم ومين قال ان انا عارف اللي عند ربنا ايه ما اللي عند ربنا ده تا هيكون كل الخير ابني لما يسمع ده ايه اللي هيشعر في قلبه هيحس ان هو هيكمل يبقى اول حاجة لازم نعملها ان احنا نتعلم ان احنا ما نقفش يعني ايه ما نقفش يعني احنا نعلم نفسنا ان احنا نكون عندنا سكينة اولادنا افضل طريقة لتعلمهم هو احوالنا هو طريقة عايشنا ولذلك فعل رجل في الف رجل خير من كلام الف رجل في رجل ان انت تعمل سلوك افضل مليون مرة في التربية من انك انت تتكلم مع اولادك فانتو عايزين تبقى اولادكم عندهم يقين خليكم انتو تعيشوا سكينة انا اقول لكم حاجة من غير ما تزعلوا في بعض الاحيين بيبقى احنا لان احنا مش قادرين يكون عندنا يقين عايزين اولادنا يبقى عندهم يقين عشان نعوض فيهم اللي احنا ما قدرناش نعمله اولادنا مش هيبقى عندهم يقين لو احنا نفسنا ما عندنا سكينة وسكون مش هنيقدروا اولادنا يشربوا الطمأنينة غير من كاس قلوبنا واحنا قاعدين وحاسين ان نعم ربنا لن تنفد عشان كده عليكم بالتوقع ده فدي هيشربوا مننا نظرات عينينا واحنا مستبشرين بان الخير جاي دايما انا ما زالت اذكر ان والدتي كانت بتعلمني ان الخير جاي فالخير جاي ده تخلاني طول الوقت الناس يجوا يقولوا لي هو انت ليه دايما كده بنحسك لما بنقعد معك ان انت متفائل وعندك امان من الخير جاي اللي انا تعلمته فلازم احنا نعيش ده نعيش ده مهما كانت الظروف مهما كانت الاحوال لازم نعيش ان الخير جاي لازم اولادنا يشوفونا خطوتنا ما تهزتش خطوتنا ماشية ومكملة مكملة ليه؟ لان احنا عارفين ان الخير عند الله لان الله مالك كل شيء لا يصنع بتعاستنا شيء لكن اي ظرف صعب عندنا ده مقرر دراسي بنتعلم منه بنتعلم منه حاجة واحدة بس ان ربنا معانا يبقى كل ما الدنيا بتصعب علينا كل ما ربنا بيعلمنا انه هو معانا يعني وكأنه لما الدنيا تصعب عايزين نتعلم درس ايه؟ اما ان يجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوق يبقى احنا قاعدين مع الله سبحانه وتعالى لان احنا متيقنين بانه هو معانا متيقنين بانه هو سبحانه وتعالى لن يتركنا ما ودعك ربك وما قاله ده هو النور الاول اللي لازم يكون في قلوبنا النور التاني اللي احنا لازم نعلمه واللبنا التاني اللي لازم نحطه في قلوب اولادنا بسلكنا لبنا اسمها نور الديمومة فالهجرة بتعلمنا حقيقة مهمة اوي ان الحياة مدرسة بتزكينا وبتخرج انبل ما فينا واحسن ما فينا وان الاحداث الصعبة مما كانت فيمش نهاية الحياة انا عدت تأمل كده ليه الهجرة كان فيها رسول الله سيدنا اوب بكر ليه الهجرة ما كانتش فيها سيدنا رسول الله بس كان ممكن على فكرة ليه حضرة النبي خد معا سيدنا اوب بكر عارفين ليه عشان يبقى حضرة النبي واحنا عارفين ايه فسيدنا اوب بكر هو نموذج التربية اللي ترباها الناس بالهجرة اللي هو تربه بايه بلبنة مهمة جدا جدا لبنة تنور ايه الديمومة انت يا اوب بكر كنت خارج فرحان اوي بانك هتهاجر مع رسول الله بس في لحظة من اللحظات القت لحظة من اللحظات خفت لحظة من اللحظات خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن بتكونش خفت على نفسك زي ما بيحصل لنا انت مخفتش على نفسك انت خفت على اولادك بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمه لازم تستمر طول الحياة وانت في نور اليقين اللي احنا كنا متكلمين عنه يبقى ايه اللي حاصل ممكن تكون بإداية الحياة مليانة بالنور والسعادة فالحياة تستمر كده وربنا وعده لنا ان الحياة هتستمر في حضرته أليس الله بيكافر عبده فيبقى لازم عندنا نور الدايمومة احنا هنفضل في حضرة ربنا يسيبك من الكلام اللي بتتعلمه في بعض الأحيان عند التدين الكمي ان اللي بيفعل المعصية او بيفهم الكبيرة ربنا بيرميه اوعى اوعى تخلي الابن ابنك يحس الاحساس ده حتى وانت في اي ظرف من الظروف حتى لو كنت اسأت الادب مع الله انت في حضرة مولاك ولذلك فلما زايت ازر المشركين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة وقره يقتلوا ما كانش دي النهاية دي كانت بداية بداية بناء المجتمع النور لما هجروا للمدينة فاصبحت المدينة منورة فلذلك احنا لازم نعرف اولادنا ان المشاكل مش نهاية العالم ده قد تكون بداية الحياة السعيدة احنا عندنا مشكلة باللاحظة في اولادنا دلوقتي ان هم بيحبطوا بسرعة كتير منهم بيحبط من التجربة الاولى وكتير منهم عندهم الروح الانهزامية منهزمين حتى قبل التجربة عشان كده افتحوا افتحوا الاولادكم باب الامل بان انتوا تتكلموا معاهم واعلموهم ان شرف الانسان في دوام محاولته احنا هنقف على الباب على فكرة ومعنى ان احنا وقفين على الباب ونطلب من الله المدد ده مش معنى كده ان احنا مطرودين ولا ربنا ما استجابش دينا ده ربنا عايز يثبت الايمان في قلوبنا ده ربنا عايز يخلينا نقوى ده ربنا عايز يخلينا نعرف حجم المخاطر بان هي ما تسويش حاجة في جنب ربنا سبحانه وتعالى فمش في وصلنا هو ده اللي احنا عايزينه عليهم انه طول النفس من شيء من رجولة وانه طول النفس من الايمان وان الله سبحانه وتعالى مش خزائنه فارغة ولكن هو سبحانه وتعالى عايز يطمن قلوبنا فالوقفة اللي احنا بنوقفها واحنا منتظرين للفرج احنا في الحقيقة مش منتظرين للفرج احنا منتظرين سبات الايمان في قلوبنا والطمأنينة في قلوبنا لان اكيد ربنا سبحانه وتعالى الكريم الودود اللي قال لنا الله لطيف بعباده اكيد مش شايفنا واحنا بنتعذب وتركنا لكن هو سيبنا نتعلم زي ما الانسان قد يترك ابنه يشيل حاجة وهو شايف ان هي تقيلة بس هي مش تقيلة لانه هيشيل قدها الاف المرات في الحياة فاحنا موجودين عشان نتعلم الدرس لان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيكفينا وعده ان هو يكفينا بس علمنا مبدأ الاتزان ايه مبدأ الانتزان وليس للانسان الا ما سعى وان سعى سوف يره يعني ايه يعني احنا لازم نشتغل عشان نكون متزنين عشان نعرف ايمية الحياة وعشان كده كان لازم يهاجر مع رسول الله سيدنا اوبكر عشان نعرف ان الحياة ما تنفعش من غير الديمومة وان احنا نستمر اللبنة التالتة المهمة بقى مع لبنة الديمومة ولبنة اليقين هي لبنة نور الطلب ان الهجرة بتعلمنا ان احنا ما بنهربش ان من تمام الهبودية ومن مقتدر رجولة ان احنا نعيش في الحياة طالبين لا هاربين ما نهربش من الديق لكن نطلب الساعة أكزوا معي لازم تعلم ابنك ان هو ما بيهربش من الديق اللي هو فيه لكن هو بيطلب الساعة اللي هو متيقن ان هي موجودة يبقى زي ما كان عنده يقين وزي ما كان هو عنده دايمومة عمل هو كمان عنده ايه كمان عنده نور مهم جدا 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 النور بيطلب الساعة فوطول الوقت بيطلب الساعة عشان نجنب أولادنا أسوأ شيء ممكن يقزي الانسان نفسه نفسه بيه وانه يعيش الحياة بدرجة هارب الهروب يخلينا يخلينا أنا آسف يخلينا عبيد للمخاوف مش عالف استمعتوا حديث رسول الله هلك عبد الدينار هلك عبد الخميصة هلك عبد القطيف الناس ممكن تكون عبيد للمخاوف ودليل على ذلك الخوف لما يأمره يستجيب ليه ولما ينهى يستجيب ليه المخاوف ممكن تتمكن منه فيفضل الانسان هارب وانا بحب تعبير يفضل الانسان عبد المخاوف خايف من مواجهة لان المخاوف قالت له خايف من الألم خايف من الوجع خايف من الرفض خايف من الفشل انت اسمك ايه عبد المخاوف فلازم نتخلص من عبوديتنا للمخاوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى وفلسفة ازاي الانسان يطلب وان دي معنى اساسي وان العبد الحق يحيى في كنف مولاه طالبا لرضاه طالبا لسعته فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر هجر الطلب طلب لإيه للسعة اللي عتحصل في المدينة ولذلك المدينة سميت المدينة المنورة ليه لان الدون لان النور واسع فالمدينة بقت واسعة تخيلوا وكأننا بنتأمل كده زي مصر كده وهي بتستقبل اخوانها اللي بتيجي من كل حتة لما يحصل لها يحصل مشكلات مصر ما دقتش بكل اللي بيجيلها والمدينة ما دقتش بالمواجرين لا ده تسهب بقت واسعة فالمدينة بقت واسعة والخير كتر فيها وعشان كده بقت المدينة منورة ولذلك ما كانش هاربان حضرت النبي من الأزة ولكن كان طالب للنور والبركة والسعة والناس تحس بقد إيه ربنا سبحانه وتعالى نعمته وفرجه كبيرة ولذلك تلاقي مشاهد بقى تكسير الطعام في المدينة وحضرت النبي يروح آيل كده اللهم بارك لنا في المدينة وبارك في مدها وبارك في صعيها ويطلب إن ربنا يبارك في المدينة زي ما بارك في مكة وعشان كده واحدة من أكبر المشاكل اللي إحنا ورسناها لأولادنا اللي هشاشة في التعود على الهروب من الواقع فتعودوا إن أول ما يلاقوا شيء صعب قدامهم يخافوا ويهربوا منه زي الهروب لعالم السوشيال ميديا مثلا وعشان كده كتير من الدراسات النفسية والإعلامية لما ترست إزاي المراقين بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كانت واحدة من أهم أسباب استخدامهم هو العروب من الواقع فمن بدنا بقى لما ندخل كمان على عالم الميتافيرس لذلك إحنا محتاجين نربي نفسنا وأولادنا على إن إحنا نعيش ونطلب مدد ربنا وإن كل خطوة بنخطيها تجاه عمل سقيل في يد بترعانة دايماً أقول لك حاجة علم ابنك إن هو رايح للحمل التقيل إن الحمل التقيل بيتشال قبل ما يوصله وإنه هيهون ليه؟ لأنه في مدد ربنا سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم فعشان كده لازم نعرف كلام ده وعشان كده المعاني التلاتة اللي تكلمنا عنهم النهاردة أمان اليقين وده نور ما بعده نور وأمان ونور الدايمومة ده نور ما بعده نور ونور الطلب للهرب دول معاني بنقترح عليكم إن انتوا تستسمروها وإن انتوا بتتكلمون مع بعض عن الهجرة لأن من أهم المعاني اللي بتقوى بنيان أولادنا تعالوا نشوف ممكن نعمل ده إزاي؟ أول حاجة عشان نغرس بذرة اليقين كلموا أولادكم عن لطف الله دايما وخاصة في الأوقات اللي بيكونوا محتاجين فيها أسألكم سؤال هو سؤال بسيط حضراتكم بتدي الأولادكم فيتامينات صح؟ في بعض الأحيين وساعات بتديهم أكل عشان يبني جسدهم أكتر حاجة ممكن تبني جسد الأولادكم إن انتوا زي ما تعلموهم السباحة في سن صغير مثلا ارموهم في رطف ربنا خلي أولادكم يغرقوا في رطف ربنا خليهم يعيشوا في رطف ربنا وما تخافوش عليهم إنهم ينصدموا المجتمع كل يوم ده شربوا أولادكم كل يوم على الأقل خمس مرات الإحساس بلطف ربنا لطف ربنا سبحانه وتعالى يشوف لطف ربنا سبحانه وتعالى مش بس إنه كانت الحاجة تقع على رجله وما قاعدش على رجله أو كانت هتحصل لنا حادثة وربنا نجانة منها لكن في حاجة تاني ألطف منها إن انت شوف إزاي انت حاسس بيا أو ده من لطف ربنا ده إحساسي ده جوايا ومع ذلك انت حسيت بي شوف ربنا اللطيف خلي الحاجة الدقيقة لجوايا اللي ممكن معرفش عبر بيها توصلك إزاي أو ربنا اللطيف بينا عشان كده خلانا بنحب بعض ربنا اللطيف بينا وما خلناش نقص على بعض ابننا أولادنا لازم يتعلموا كده تاني حاجة لازم نغرس في أولادنا بذرة الدايمومة يبقى لازم خمس مرات على الأقل لو عايزين أولادكم نتكلم على اللطف الله طبعا فيه ناس كتيرة بتتحرك تقولك أصلا ما مش عايزة بقى فيك لأ وفي الحقيقة إحنا عنبقى كذبين وإن إحنا معلمناش أولادنا اللطف إحنا مشكلتنا إن إحنا قادل يكون ما ده ما حصلش معانا فعشان كده حاسين إن ده مش حقيقي بس ده حقيقي الحاجة التانية لازم نعلم أولادنا الدايمومة لو بيمر أولادكم بوقت صعب خلوهم يكتبوا خمس حاجات تتعلموها خلال الفترة دي وخلوهم يكتبوا قد إيه إن الأوقات الصعبة دي بتبني الرجالة وقد إيه الأوقات الصعبة دي بتخرجهم من السزاجة ومن العفوية اللي بتكون عفوية كاذبة مش العفوية الحقيقية وتخرجهم كمان من الغباء وتوصلهم إلى الزكاء وتخليهم يعرفوا إزاي الحياة وإزاي تغيرات الحياة ممكن نتعامل معها ليبقى خمس مرات بإنه يخلي أولادنا يشعروا بإنهم بينغمسوا في اللطف خمس حاجات بنخليهم يكتبوا إنهم يتعلموها لما تكون عندهم ظروف صعبة وتعالوا عشان نغرس فيهم بذرة الطلب وعدم العرب شجعوا أولادهم شجعوا أولادكم لما يكون فيه حاجة صعبة إنهم يواجهوها إنهم يقسموها إلى خطوات صغيرة وياخدوا أقرب خطوة تجاه إنهم ما يمشوا في الاتجاه ده يا سادة فكرة إن أولادنا يكون عندهم يقين ويكون عندهم ديمومة ويكون عندهم طلب وأمل مسألة مش صعبة مسألة ممكن نستغنم فيها الهجرة وعلى فكرة أكتر طريقة ممكن نربي بها أولادنا هو إن احنا نعمل نمازج فخلوا الهجرة ده نموذج لأولادكم نموذج لإيه؟ نموذج للتحرم من عبودية القلق والخوف والضيق والحرج وطلب الوسح والعيش بالأمل والعيش بالمدد والعيش باليقين من أن رب العالمين معانا في كل لحظة وأبدا سبحانه وتعالى لا يتركنا اللي معاني دي مش معاني مش حقيقية ولا مجردة دي معاني ممكن أولادكم يشوفوها في كل لحظة من اللحظات بس احنا محتاجين نتعلم إزاي نقرأ الحياة كده؟ إزاي وإنتوا بتسمعوني دلوقتي لو أني حد أحس بالكلام اللي أنا قلته ده إزاي أني ده من لطف الله؟ إزاي أني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دبر الكلام ده على لساني هو اللي دبر قلبك يكون مفتوح أني أنت تسمع الكلام ده لازم نرب أولادنا كده لازم نرب أولادنا أنهما يشوفوا الحياة بعين تانية هي عين النور فيشوفوها من عند ربنا سبحانه وتعالى فيصبح النور هو البنيان الجديد اللي بنبني بيه أولادنا والله مشتقين إن احنا نعيش بالنور فمش هنقدر نعيش بدا غير ما نبني أولادنا ببنيان النور يا رب اجعل السنة الجديدة واجعل تسوعة وعشورة كمان فتح علينا وبركات وسعوا على أولادكم في عشورة لأن التوسع على الأولاد في عشورة سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي وسع على أولاده في يوم عشوراء زي ما حضرت النبي قال وسع الله عليه سائرة سنتي وسع على أولادكم بالكلام الحل وسع على أولادكم في كل شيء والعلماء بيقولوا في التوسعة توسع بحاجة أنت مش بتعود أنت تعملها طول السنة فلو عملتها إن شاء الله ربنا يوسع عليكم وده كمان يكون باب من أبواب النور يا رب دايما نجعلنا من أهل النور يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بأسيدتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسيدتكم المباركة وتفضل جسر مفتوح بيننا وبين مجالس العلم حتى نذكر أن الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ونفضل منورين بأنوار الوصل الرباني يا رب العالمين وتعالوا ناخد أول سؤال معنا من أستاذ محمود من الشرقية أستاذ محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمد لله فضل ونعمة عم بنرجو الحاجة دلوقتي جماعة كان الحمل الأولاني وبين التاني الأولاني كانت في فوق فترة لا خليك السوت في حاجة كده ممكن تعيدي السؤال تاني وبهدوء وممكن نبعد عن مصدر التشويش ده دلوقتي بين الحمل الأولاني والتاني كانت في فاصل طيب يبقى بين الحمل الأولاني والتاني كانت في فاصل طيب وبعدين سبع سنوات فأنا قلت دلوقتي إن لو أنت حملت وولدت بالسلامة أنا هتبع عجل فأنت قلت لها عشان بس الفصل ده فخفت إن لو إن الحمل بعد الشر يبقى فيه حاجة فقلت لو إن حصل الحمل على خير هتتبع عجل صح كده؟ إن شاء الله طيب فين السؤال؟ اللي سؤال دلوقتي أنا مش في مديرتي أنا أتبع عجل كامل طيب أنت دلوقتي مش قادر تتبع عجل عجل لوحدك لكن إن أنت تقول إن أنت تتبع عجل بينصرف إن أنت عتتبع عجل لوحدك طيب أنت مش تقدر تتبع عجل بأي تمن من الأتمان خالص ولا عجل رخيص ولا عجل غالي أنا ممكن أخش مع جزار في نص عجل لا أنا قصدي أنت مش تقدر تتبع عجل بشكل مستقل لا رخيص ولا غالي لازم يبقى حدي بيشاركك فيه مش مجدرت لأني أتبع عجل كامل لا طيب مش هتقدر تعمل الكلام ده خالص آه لو مش هتقدر تعمل الكلام ده خالص لأن اللي بينصرف إليه دبح العجل هو إنك تتبع عجل مستقل في الوقت اللي كان في نيتك مش كده؟ معاي جوزي من الفلوس أدفع أخله وأدفع وعمل به ما أنا عارف أنا بس بقول لك أنت كن في نيتك إن أنت تتبع العجل كاملا لوحدك آه طيب وإنت دلوقتي لا تستطيع إن أنت تتبع العجل مستقلا لا المسألة ببساطة لو إنك مش هتقدر تعمل الكلام ده مع دعوتي ديك إن ربنا يوسع عليك لكن إنت لو مش هتقدر تعمل ده خلاص تكفر عن تكفر وتطلق ويبقى تطعم عشرة مساكين هتقول لي طبعا أنا عندي قدرة إن أنا أشترك في عجل وأبقى كده كإني دبحت نص العجل لا لأن إنت نظرت إن إنت ده فلما نظرت وما استطعتش يبقى خلاص عن أتعامل مع عدم استطاعتك على الزبح كأن إنت إيه حنست في يمينك فتطعم عشرة مساكين خلاص يا سيدي هتقول لي واتطعم عشرة مساكين أولى من العجل لا لا خالص اطعم عشرة مساكين واتبح بقى نص العجل لو إنت تعمل كده ويبقى صدقة لكن النظر بتاعك كان النظر إن إنت تتبع عجل وإنت لا تستطيع أن تذبح العجل واضحة يا سيد محمود طيب معنا السيدة محمود أمو محمد موجودة معنا أيوة أنا موجودة مع الحضرتك استادة محمد تتفضل منين حضرتك ولين بس حضرتك منين يا حاجة محمد أنا من الرملة بينها أهلا اسمها بينها بينها العسل أهلا وسهلا اتفضل يا حاجة محمد أنا يا دكتور ستة عندي 67 سنة لسة شابة يعني 67 سنة أيوة ماشي أنا سامع كويس 67 سنة وجوزي عنده 72 سنة برضو شاب قدنا حياتنا أحسن عيشة وأحسن نتيجة وربنا أربع جدعان ربنا يمارك فيهم ولاد حلالة يا رب وربنا كان راجع علينا قوي قوي ووجد بخاف ربنا ومن 2012 صال على المعاش كان بيفتح الساعة 3 بالليل في الشفة الجامعة ويقرأ قرآن لحد ما يدن ويسلي بناك الفجر الله أكبر وربنا راجع علينا قوي في مال وفي صحة وفي كل شيء حياتنا حياة كريمة قوي حمد لله لا احسن مستورين نحن نفس أغنية بس احنا مستورين الحمد لله السؤال بقى حاجة يجوزي يراجل بخاف ربنا وانا كنت سعيدة معاه قوي طيب ربنا يديم عليكم النعمة يا حاجة محمد السؤال بقى ربنا يديم عليكم النعمة السؤال يا حاجة محمد ايه والنبي جايل يا دكتر ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ويجعلك في سعادة وفي نعمة وبركة ديوقتي ربنا سبحانه وتعالى ودي عيان شوية يعني مرض الزهاي مرض اه فمقتاج يعني حياة تانية وعيش تانية صح انا عايزة اكون يعني جزيرة اوي بو واكون ربنا رضي عليها فعيشتي معاه واكون اخدمه بالخلاص وبنهرد الله لانه هو دلوقتي بيصلي وبيقرأ في المصحف يمجيزي بقى وبحب اخفر ولا بجرد سبه ولا ببيت ولا بأرض ولا بأي شيء ونسي بعض الحاجات ونسي بعض الحاجات هو اه يعني ممكن يكون نسي نسي بعض الاولاد اللي خليكتون متأخرين مسلا الحب لله طيب ايوة سبه محمد انا خايفة ربنا لا اخر معاه انا مشكل ربنا كل دقيقة وانا اخلم على الحقنان مشكل ربنا وانا بلبسه وانا قاعد بسبرج عليه هو بيقرأ في المصحف مشكل ربنا جورني دقيقة بس انا بدأ يكتب اولا ربنا يشفيه يرجح تاني يخرج يقعد على باب البيت يتلم حاج ده ما بيحصلش خالص هو رغل طيب جدا جدا وطول عمره وقد حياته هو بيربي ولاده بالحلام طيب 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 انا اقولك تعملي ايه حج محمد يعني حج محمد دي بطلة والحج ابو محمد ده وتن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثوابا مضاعفا تعالوا يا جماعة ندعي لكل اخوانا اللي أمه أصابهم الزايمر ان ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم ويصبر كمان أهلهم لأن الزايمر يا سادة مرض ما هو السهل ومرض يعني لو انتو بتسموه بتسموه بعض الأمراض فتاكة هذا المرض يجعل الانسان وكأنه تسلب منه حياته وهو حي يعني اتخصم من حياته كتير بس هو في نفس الوقت بيبان فيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى مش نعمة ربنا انه لما فقد زاكرته لا نعمة ربنا انه ربنا سبحانه وتعالى وهو عايش كده مازال بيحيا ونتعلم ان العايشة عندنا بلا حولة ولا قوة إلا بالله حاجة محمد انا لو شفت حضرتك وانا أبوز دماغك ربنا يدي معاليك هو ده يعني انا حاجة محمد ده هو ده نموذج الحب هو ده الحب الحقيقي هي دي بنات الأصول هي دي الكريمات هي دي الناس اللي الواحد لما بيسمع منهم بيخجل انت خجلتين يا حاجة محمد اسأل الله سبحانه وتعالى ليك ان ربنا يدي معاليك الفضل وان ربنا يكتب لك الخير بتسأليني اعمل ايه انا مع بعض المؤسسات هندرب الناس ازاي يتعاملوا مع مريض الزهيمر اول حاجة حضرتك طولي نفسك ما تستغربيش ما تتقلميش عليه هو في لطف ربنا ما تتقلميش وهو بتشوفيه كده لما تشوفيه كده حاولي دايما تجاريه ما تحاوليش تضغط عليه ما فيش مش هينفع الضغط عليه مش هيجيب نتيجة يبقى الحل هو ايه ان انت تجاريه لو حد نسي حد امشي معاه واعرفيه من جديد وكل دا تعيكون في ميزان حسناتكم اوعيدكم ان احنا نمره نتكلم عن احبابنا واخواننا واصدقائنا واهلنا وناسنا واكرم الناس علينا اهل الزهيمر هنتكلم عليهم لانهم ليهم حق ان احنا نتكلم عنهم هنتكلم عنهم لانهم محتاجين رحمة محتاجين ود محتاجين ان احنا نتكاتف معه يا رب العالمين اجعل كل اخواننا الذين اصابهم هذا المرض في لطفك وفي كرمك ورأق قلوب اهلهم عليهم وخلي ستنا من محمد دي نموذج ليهم عشان يعيشوا معاهم ازاي يفتح قلوبهم على فضل ربنا وكرم ربنا يا رب اجعلنا من الرحماء واجعلنا دايما نستشعر مددك ونورك وبركتك وما نمنعش ابدا خير ممكن يوصل منا لعبادك إلا ونفعله يا رب العالمين بمددك يا اكرم الاكرمين وفقنا الى الخير على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة